وإلى مؤشرات البرصة المصرية مشاهدين التي تباينت بختام التعاملات حيث تراجع المؤشر الرئيسي في حين ارتفع مؤشر EGX70 وأيضا EGX100 وسط أحجاما لتداول متوسطة وتراجع رأس المال السوقي بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.16 مليار جنيه على صعيد المؤشرات مشاهدين تراجع مؤشر EGX30 بنسبة بلغة 0.63 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 11542 نقطة في المقابل ارتفع مؤشر شركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة بلغة 0.34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 239 نقطة فيما صعيد ايضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة بلغة 0.28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 341 نقطة اشتركوا في القناة